مرحبا أنا وائل مهدي من بودكاست ما وراء النفط على الشرق بودكاست معكم من الرياض وأنا سحر ميزاري من أيضا ما وراء النفط من الشرق بودكاست ولكن من دبي مرحبا وائل مرحبا سحر سحر أجريتي مقابلة جدا مهمة مع نائب الرئيس التنفيذ الشركة العراق والسعودية وكبير إداريها الماليين الأستاذ زيادة المرشد تكلمت فيها عن نتائج الشركة وأبرز ما تم الإعلان عنه في نتائج الشركة فإذا أود أن أتكلم معك اليوم عن ما هو الجديد في هذه النتائج وبناء على الحوار اللي دار بينك وبين الأستاذ زيادة المرشد ما هو الجديد في ما ذكره لك أول شي خلينا نخبر المستمعين والمتابعين اللي ما تابعوا النتائج خلينا أقول لهم شكرة نتائج أرامكو اللي سألنا عنه مشكورا سيد زيادة المرشد من أرامكو طبعا نشكره على هذه المقابلة نشكر أرامكو ودائما نتطلع للمزيد إحنا تابعنا النتائج النتائج بتقول انخفاض أرباح أرامكو لـ 117.5 مليار ريال متراجعة 17% بالنهاية الربع الأول من العام 2023 إحنا كنا تابعنا وائل ومعك أيضا نتائج أعمال الشركات النفط العالمية وكان فيه يعني أرباح قياسية بالمجمل الشركات كلها يعني حققت أرباح عالية حتى وإن كانت أقل من الربع الماضي أو العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط ولكن بمقارنة الشركات العالمية مع أرامكو أرامكو فيه تراجع بالأرباح طبعا فيه أرباح ولكن فيه تراجع بالأرباح سألت سيد زياد المرشد عن الأسباب وطبعا إلها علاقة بالنفط فكان أحد يعني الأجوبة اللي ذكرها وطبعا أنا بتمنى أنه يحضر المقابلة تحضر المقابلة كاملة على منصاتنا على السوشيل ميديا كان عم بيقول بأنه كل شركات الطاقة معرضة لتقلبات أسعار الطاقة بشكل عام وكلنا نذكر التحديات الصعبة التي فرضتها الجائحة وكل ذلك له علاقة بالضبابية في هذه المرحلة وهبوط أسعار النفط وبالتالي بيعتقد بأنه يعني كل الشركات معرضة ولكن قال بأنه أرامكو حققت يعني أرباح برتفع صافي الداخل أكثر من 119 مليار ريال في الربع الأول من العام 2023 وبلغت التدفقات النقدية الحرة 116 مليار ريال وأنه العام الماضي يعني أو أرامكو أنهت العام الماضي بمركز مالي قوي كانت هاي الأشياء المهمة الشيء المهم الجديد اللي تم الحديث عنه كانت التوزيعات النقدية وهو الأهم صراح لأن أرامكو اعتمدت سياسة جديدة لتوزيعاتها للأرباح أنا لما سألت سيد زياد المرشد قال هذا هو الجوهر بالربع الأول من هذا العام هو الإعلان عن التوزيعات النقدية وإلها علاقة كمان بالأداء فاشرح لنا أنت وائل بالنسبة لنتائج أعمال أرامكو بالربع الأول شو اللي اختلف وفيما يتعلق بالتوزيعات النقدية فسرنا وكيف كيف الناس بتستفيد يعني في المرحلة أوكي أرامكو كانت تعلن سابقاً عن مبلغ معين توزع سنوياً على المساهمين هذا المبلغ ثابت هذا المبلغ إذا كان ثابت وكان 75 مليار تقريباً هذا المبلغ إذا هو ثابت بالنسبة للمساهمين تكون أسعار الطاقة أو النفط منخفضة هو يشكل ضمان لهم لكن إذا رتفعت أسعار النفط واسعار الطاقة بشكل كبير مثل ما حصل في العمل الماضي المساهمين لابد أن يكون لهم رغبة كذلك في الحصول على مبالغ أكبر فالمبلغ هذا كان ممكن أن يتعتبره أنه نقطة أساس أو خط أساس بيس لاين ضمانة للمستثمرين وحملة الأسهم أن أرامكو بغض النظر عند قلبات أسعار النفط راح تدفع هذا الحد الأدنى من التوزيعات على الكل لتغير اليوم أرامكو أضافت كذلك أمر آخر اللي هو التوزيعات المرتبطة بالأداء لكن هذه ما راح تلغي التوزيعات الموجودة حاليا أرامكو مستمر في دفع يعني التوزيعات النقدية الثابتة المعلنة هذا راح يستمر فوقها أرامكو راح تعطي توزيعات أخرى لكن هذه مرتبطة بالأداء إذا كان الأداء عالي للشركة فأرامكو راح تؤزع من 50 إلى 70% من التدفقات النقدية الحرة على المساهمين أمر مشجع لحملة الأسهم عندما ترتفع أسعار النفط فبنسبة لحملة أرامكو ما في أخبار سيئة كل أخبار جيدة أسعار النفط ما رتفعت أرامكو راح تتفع هذا المبلغ أسعار نفط رتفعت تحسن أداء الشركة أرامكو راح تشاركهم كذلك بتوزيعات إضافية فوق هذا أرامكو أعطت أسهم منحة سهم لكل عشرة أسهم فبالتالي قيمة التوزيعات سيحصل عليها المساهمين ستكون أعلى لأنه الآن أصبح لكل لديه أسهم أكثر هذه كل أخبار جيدة للشركة والسؤال المهم الآن ليش الشركة قررت إضافة هذا الأمر في الربع الأول لماذا؟ لو لاحظنا في الفترات الماضية الربع الرابع الربع الأول من ٢٠٢٣ أغلب الشركات العالمية حققت طفرات كبيرة جدا في أرباحها فبدأوا في ضخ توزيعات نقدية عالية على المساهمين بدأوا ببرنامج شراء أسهم هذا يعتبر كذلك بونس أو مبلغ إضافي يذهب إلى حملة الأسهم فأصبح حملة الأسهم سعداء جدا كل المستثمرين في الشركات النفطية العالمية كانوا سعداء وهذا الأمر الذي أثار حفيظة الرئيس الأمريكي جو بايدن والبط الأبيض أطلق أكثر من تصريح إن شركات النفطية وزعت أموالها على المساهمين بدلا من استثمارها في إنتاج المزيد من النفط والغاز وتخفيض تكاليف الطاقة على المستهلك الأمريكي طبعا أرامكو لا بد أن كلها موقف من كل هذا هي شركة عالمية ليست شركة سعودية فقط أرامكو شركة عالمية تترك أسهمها كثير من خارج المملكة فبالتالي أرامكو لا بد أنها تكون على نفس المستوى مع الشركات الأخرى هي الأعلى ربحية بين كل الشركات النفطية في العالم فبالتالي لا بد أن تكون توزيعاتها في مستوى متقارب من باقي الشركات النفطية في العالم وائل شكرا على هذا الشارح بالإضافة لكل هذه المعلومات نعرف أن أرامكو عندها مشاريع مع بارتنرز أو شركاء من الصين من فرنسا في مشاريع لها علاقة بالتنقيب لها علاقة بالتكرير لها علاقة الآن يعني لها علاقة بالغاز الطبيعي المسائل حتى نحن من البودكاست اللي عمنا عمله وشتغلنا على واحد من هذه المواضيع كان حق للجفورة يعني إلى أي حد كل هذه المشاريع لأرامكو تعود مثلا تراجع أسعار النفط من جهة وتفتح باب جديد أم أنه بالعكس يعبئ على على أرامكو على الأرباح على بأي اتجاه أوكي هي لا بدنا تضغط على النتائج المالية للشركة بشكل أو بآخر يعني لو أخذنا النتائج أرامكو اليوم قطاع الإنتاج أرباحه تراجعت لكن في نفس الوقت الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية لأرامكو مستمر فكان الإنفاق الرأسمالي مرتفع والأرباح من القطاع الإنتاج منخفى الأمر نفسه أنسحب على قطاع التكرير أرباحة قطاع التكرير خفضة متراجعة طبعا هذا بسبب ضعف هوابش التكرير عالميا ويتراجع أسعار المنتجات في نفس الوقت الإنفاق الرأسمالي لبناء مصافي أكثر مستمر فهنا نتكلم على شركة عندها التزام طويل الأجل هذا الالتزام نعم نضغط على نتائج الشركة المالية لكن لا بدنا أن نتذكر أن أرامكو شركة ملوكة للحكومة السعودية الحكومة السعودية عندها التزامات دولية تجاه العالم تجاه المجتمع الدولي تجاه المجموعة العشرين تجاه المستهلكين تجاه أوبيك بلس أرامكو عندها التزامات كثيرة أحد هذه الالتزامات أنها تواصل رفع طاقتها الإنتاجية لأمنة طاقة ضمان أمنة طاقة مستقبلا رئيس التنفيذي شركة أرامكو طلع كذلك اليوم تكلم في الاتصال مع المحللين ومع الإعلام فتكلم فيه وقال إنه ما يرى حاجة إلى أو حتى ما يرى القدرة حاليا على إضافة طاقة إنتاجية أكثر من مليون برميل بحلول 2027 يعني أرامكو اليوم عندها 12 مليون برميل يوميا طاقة إنتاجية أرامكو قاعد يستهدف أن تصل إلى 13 مليون برميل ويكفي لكن في التكرير أرامكو ستتوسع سيكون لدينا فرص أكثر فإذا أرامكو عندها اتجاه للتوسع مستقبلاً سيكون في التكرير سيكون في الغاز الطبيعي أو كذلك في مشاريع المرتبطة بالطاقة النظيفة أو إنتاج الهيدروجين كذلك يعني منخفض الإنبعاثات زي الهيدروجين الأزرق قبل ما نقول باي ونخلص من بودكاست اليوم أسعار النفط في ضبابية حول أسعار النفط بالنصف الثاني من هذا العام بعد التوقعات بتقول الأسعار رح ترتفع بعد التوقعات فيه مازال يعني حالة عدم يقين وخوف شركات النفط العالمية بالمجمل بما فيها عملاق الطاقة السعودي أرامكو يعني ماذا ينتظرهم بالمجمل هل نتحدث عن مزيد من الأرباح وأن فيه تراجع بس فيه أرباح نتحدث عن أن الربع الثاني من هذا العام سيكون مختلف من لين رايحين الربع الثاني لن يكون أفضل حالاً في الهتنائج المالية بالنسبة شركة أرامكو وحدة الباقين الكميات المنتجة ستكون أقل لأن المملكة عندها التزام كذلك الآن مع أوبيك بلس بخفض الإنتاج بـ 2 مليون برميل هذا الاتفاق ساري من أبتوبر إلى نهاية العام كذلك الآن في خفض طوع للمملكة فكل التخفضات هذه الآن رح تؤدي إلى تراجع الكميات المنتجة من أرامكو السعودية في نفس الوقت الربع الثاني شاهد تراجع كبير في سعار النفط فلا أتصور الربع الثاني رح يكون جيد من ناحية الإرادات النفطية والأمر في النصف الثاني الآن غير واضح قد تتحسن أسعار وهذا هو المتوقع تكتير من بيوت الخبرة خصوصا مع ارتفاع الطلب لكن حاليا نحن نتكلم عن الربع الثاني الربع الثاني لا يوجد تغيير كبير في الأسعار وبالتالي نتوقع كذلك انخفاض إرادات أرامكو خلينا ننتظر للنصف أو الربع الثاني ومنحكي أكيد بوقتها عن نتائج أعمال الشركات النفسية كيف حتكون عم تتفاعل مع أسعار النفط من جهة ربما يكون في هدوء بالأسواق أو حتى يعني بالبيانات الاقتصادية ما بنعرف شو بيصير على كل أحوال والله والله سحر يعني أنتي اليوم كبران راسك تقوم بعمل انتروفيو والله الانتروفيو كانت ممتازة وأجان نشكر أرامكو وسيد زيادة مرشد نتمنى المزيد من المقابلات والمزيد والمزيد يعني أنا صراحة شخص متواضع الآن أقعد أعطي معلومات second hand مو معلومات first hand ما شاء الله نفسك أنت قاعد تقديم معلومات مباشرة من المسؤولين النفطيين أنا الآن قاعد أعطيكي تحاليل بناء على الكلام اللي أنت قاعد تنشرين شكراً أستاذ واء المهدي نستفيد منك دائماً من وجودك معنا شكراً يا أستاذ ساحر الميزاري شكراً يا أستاذ ساحر الميزاري يا تكلاف يا ساحر شكراً باي